الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ورضي الله سبحانه وتعالى عنكم وأدمكم بكل خير وعافية وستر منه عز وجل تحدثنا بالأمس حول آداب المعلم والمتعلم وتكلمنا عن بعض الآداب التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في مختصر منهج القاصدين وذكر لنا أن المتعلم ينبغي أن يطهر نفسه أولا أن يعمل على طهارة نفسه عن رذائل الأخلاق فلا يكن خائضا في معصية حال تعلمه للعلم وهنا نتوقف أمام مسألة مرة أخرى معذرة سامحونا إن كان منكم من كان موجود معنا بالأمس نعم نتوقف عند مسألة هل ينبغي أن أتوقف عن كل سيئة أفعلها أولا قبل أن أبدأ في تعلم العلم أم أنني يمكن أن أبدأ ذلك والحقيقة أن المسألة لها طرفي طرفي الأول هو تقييم المعلم فأحيانا ينتخب المعلم من بين الناس من يستشعر فيه خيرا وثقة وأمانة حتى وإن كان متلبسا ببعض المعاصر وأحيانا يكون التقييم للطالب نفسه فهو راغب في التوبة والإقلاع عن الشر الذي هو فيه ويريد أن يجعل العلم وطلب العلم سلما يصعد من خلاله إلى مزيد من تنقية نفسه وتطهير ذاته فذكر الإمام بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى بداية أو بداية ما ينبغي أن يكون هو تطهير الإناء الذي سوف يوضع فيه هذا العلم فالعلم الذي سوف يكون في قلب المتعلم وفي ذهنه وعقله ينبغي أن لا يخالطه ما يفسده ولك أن تتصور كما ضربنا المثال بالأمس أن كوبا تريد أن تضع فيه ماء أو تضع فيه شرابا إن كان متسخا لوث ما يوضع فيه وهنا نرى نرى حال بعض المتعلمين الذين ربما نبغوا في علومهم وما عندهم وأصبح لهم صيط وكلام تراه يتلون بعد حين فتسأل سبحان الله كيف يصدر هذا من عالم وتأتي الإجابة المباشرة والبسيطة أن الوعاء الذي وضع فيه العلم ربما ما كان نظيفا قبل ذلك أو داخله أو داخله ما أفسد عليه حالة علومه واستعابه لهذه العلوم ننتقل إلى أن السلف كانوا يؤثرون العلم على كل شيء وضربنا لذلك أمثلة بانشغالهم حتى عن الزواج وربما كان أحدهم يخرج من بين يديه جارية له حتى لا ينشغل بها عن مقصوده وطلبه أستكمل مع قول الإمام رحمه الله تعالى الإمام القدام ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل معنى العبارة أن المتعلم إذا رأى في نفسه نوعا من الكبر أن يستفيد من كل أحد لديه معلومة فهو جاهل كما سبق وأن ذكرنا أن العلم هو ضالتنا عندما نريد أن نتعلم فإن العلم هو ضالتنا التجار أو أصحاب رؤوس الأموال الذين يريدون أن ينموا تجاراتهم فهو يعقد صفقة مع كل أحد ما دام قد رأى من ورائها نفعا فإذا سألته كيف تستطيع أن تتعامل مع فلان يقول القاسم المشترك بيننا هو طلب المال فأنا أطلبه من حيث وجدته ومن ثم كان طالب العلم حاله كذلك مع فارق الأخلاق فمن وجد عنده علما وهو يثق في دينه لا شك فإنه يطلب ذلك لماذا قال هنا؟ قال هنا لأنه ربما استكبر واحد من الطلاب أن يأخذ من قرينه فهم بدأوا مثلا في مرحلة العلم سويا ويقول أنا أكبر منه شيئا أو أنا أكثر منه تقدما إلى آخر وقد رأينا ما كان بين البخاري ورفاقه حينئذ يقول لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها وليدع رأيه لرأي معلمه مسألة مهمة جدا هل أستأثر برأيي أم يكون رأيي هو رأي معلمي طالما أني في مرحلة طلب العلم ولي شيخ فإني أتبع رأيه أحترم رأيه أقدر رأيه أجل هذا المقام في ذاته ولعل مما يصبر الطالب على ذلك أنه يوما ما سيجلس في مجلس الشيخ ويجد بين يديه طلابا وروادا يقدرون ما عنده مثل ما كان يقدره وما كان عند شيخه سلفا يقول وليدع رأيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه لماذا؟ لماذا رأي المعلم دائما أو غالبا يكون صوابا حتى لو أخطأ فإن الخطأ الصادر من المعلم أنفع لي كمتعلم من صواب نفسه نحن لا نقارن الآن بين خطأين وإنما نقارن بين خطأ وصواب خطأ المعلم وصواب المتعلم لماذا؟ يقول أهل العلم أو ما يفهم من قوة من أقوالهم أن اجتهاد المعلم قد بني عن تجربة وخبرة وقد يكون خطأا في نظر المتعلم إلى أن يستبصر مآلات الأمور فيكتشف أن المعلم ما كان خطأا وإنما كان هذا هو تصور ذلك الطالب في ذلك التوقيت لقصر نظره ولقلة ما عنده من العلوم حقيقة عندنا جملة من الآداب المهمة جدا يحكيها لنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ويرويها لنا ابن قدامة هنا في كتابه يقول إن من حق العالم عليك مرة أخرى إن من حق العالم عليك ولما نتكلم عن الحقوق نتكلم عن أمور لازمة الأداء عندما نتكلم عن الحقوق نتكلم عن أمر لازم الأداء فلا تتخيل مثلا حق الوالد على الولد مسألة لا فصال فيها لا نقاش فيها فهو حق وحق المعلم على تلميذة مسألة أيضا لا نقاش فيها يقول رحمه الله تعالى إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية إذا دخلت مجلسا ورأيت أناسا فيهم شيخك فإنك تسلم على الناس عامة السلام عليكم هذا إذا لم تسلم على وجه الخصوص على الناس جميعا تسلم على الناس عامة لكن شيخك لا يندرج في وسط هؤلاء طيب ما العبرة من ذلك الأمر الأول هو لفت أنظار الناس إلى مقام ذلك الرجل الذي يعلم العلم فلربما أحيط بأصحاب المال وأرباب المناصب وغيرهم ممن يستقلون العلماء وشأن العلماء في كثير من الأحوال فإذا رأوا من يأتي ليقدمه عليهم في تحية خاصة أوجد ذلك في نفوسهم نوعا من التقدير أو على الأقل لفت النظر لمقام مثل هذا الرجل طيب الأمر الآخر هو أنه يعلن من البداية ذلك الطالب أن كبير هذا المجلس إنما هو هذا العالم وأنه لن يسبقه في قوله أو فصله في المسائل أحد لن يكون متقدما عليه إلا كلامه هو فهو المصدر في هذا المجلس إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم خاصة أن تسلم على القوم عامة وأن تخصه بالتحية وأن تجلس أمامه وأن تجلس أمامه ما دلالة الجلوس بين يدي الشيخ إنه نوع من التقدير والتوقير أن تجلس بين يديه ليس أمامه أن تسبقه في كرسيه فلو كانت الأمور مثلاً الكراسي متراصة ومن يتقدم هو صاحب المقام الأعلى أو الأرفع كأصحاب الدرجة الأولى والثانية الصف الأول الصف الثاني كذا ما ينبغي أن يتقدم عليه وإنما يجلس خلفه لكن إذا كان الشيخ متصدراً للمجلس فإن تلميذه أو مريده فإن مريده يجلس بين يديه مواجهاً إياه للدلالة على التوقير والتبجيل يقوله أن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك لا تشير عنده بيدك بمعنى أن لا ترفع يدك بلغة المستهتر أو الساخر أو أن تظهر نفسك فمن الناس من لا يظهر نفسه بالكلام وإنما يظهر نفسه بالإشارة لك أن تتخيل مثلاً أني جلست بين يدي شيخي وبين الحين والآخر أرفع هامتي هكذا وأعدل من ثيابي لألفت أنظر الناس أن لدي أفضل مما لدى الشيخ هنا تكون النفسية التي تفعل ذلك ليست نقية تحتاج إلى العودة إلى نقطة الصفر الأولى لتزكية النفس أولاً أو لإخراج ما فيها من الخبث والله تعالى أعلم قال ولا تغمزن بعينك ولا تكثر عليه السؤال لا تكثر عليه السؤال فيما لا يرتبط بما يتحدث فيه فإن كان مرتبطاً بما يتحدث فيه وعلمت فيه نفعاً فلكذلك شريطة أن تكون عالماً من شيخك حبه لذلك فمن الناس أو من العلماء أو من المحدثين أو من المتكلمين في الخلق العلماء من لا يحب أن يقاطع فإذا قوطع إن شغل فكره أو تشتتت فكرته إن شغل ذهنه أو تشتتت فكرته وحينها لا يستطيع أن يستكمل حواره فإذا عرفت من شيخك أن سؤالك له إنما يفتح له آفاق عقله ويزيد من تنبهه للمسائل كان ذلك مباحاً لك أما إذا كان العكس فالعكس تماماً يقول ولا تعينه في الجواب لماذا لا تعينه في الجواب هو يريد أن يجيب على مسأله فأنت تقدم له دليلاً أو تشير إليه بحديثاً قالوا إن ذلك من إظهار الذات بين يدي الناس وأيضاً فيه إظهار للشيخ أنه عاجز عن استحضار الدليل فقد يكون كبيراً عندك صاحب مقام في ذهنك وعقلك ووجدانك لكنك تقلل من شأنه في قلوب وعقول بقية الطلاب وبناء عليه لا تعينه في الجواب إلا إذا طلب هو منك أن تعينه في الجواب كأن يكون مختبراً لك أو كأن يكون مدرباً لك أن تدخل في الحوار بشكل ما ولا تلح عليه إذا كسل يعني إذا رأيت منه فطوراً لا تقتحم عليه مجلسه وتلح عليه في الطلب ولا تراجعه إذا امتنع إذا امتنع عن الدرس أو عن إلقاء محاضرة لك أو إجلاسك أو نفعك فلا تراجعه إذا امتنع يقول ولا تأخذ بثوبه إذا نهض يعني إجلس كمان شوي قلنا كمان يعني هذا ليس من أخلاق طلاب العلم ولا تفشي له سرّاً أنتم تعلمون أن حفظكم الله تعالى العلماء مهما كان مقام الواحد فيهم فهو بشر إنسان وقد يختلط الطالب بشيخه لدرجة أن يطلع على أسراره الخاصة كأن يكون يدخل معه بيته يحمل معه متاعه ينظف له شيئاً يعينه يعينه بما يمكنه من الاطلاع على الأسرار الخاصة أحياناً فإذا كنت أنت رسول الناس من بيت شيخك أو من حاله إلى الخلق فأنت منذر شؤم والعياذ بالله يقول لا تفشي له سرّاً فإن الطلاع الطالب على أسرار شيخه حتى في المجالس الخاصة قد يغضب ذلك الشيخ غضباً يخرج من فمه كلمة لا يحب أن يستمع إليها بقية الناس فتكون أنت المبلغ عن سوآته وأسراره فذلك شيء سيء للغاية يقول ولا تغتابن عنده أحداً لا تغتابن عنده أحداً لأن صدره قد يكون مغراً من بعض الناس ويكتم ما عنده فإذا اغتابت بعض الناس ربما أعنت الشيطان عليه فصدر منه ما لا ينبغي أن يصدر من عالم مثله يقول ولا تطلبن عثرته يعني ما تؤفش وراب الوحدة تستنه يغلط علشان تطلع تقول للناس لقد أخطأ في كذا وكذا وإن زل قبلت معذرته إن صدر منه ما يسوء بين يديك وأنت طالب وتعلم ما عنده من العلم ورأيت ما عنده من الفضل والخير فأنت مقبل عليه بالكلية فإن صدر منه شيء واعتذر أعتذر إليكم يا شباب سامحون يعني ما كان هذا عن قصر وجب عليك أن تقبل عذره حتى تصف نفسك من نزغات الشيطان التي يدعها ويقول لك هذا الرجل غير ثقة فتصف نفسك أولا بأول حتى تكون جاهزا طوال الوقت لاستقبال ما عنده من الخير أطلت عليكم سامحون بسم الله قال رحمه الله تبارك وتعالى ولا تعرض من طول صحبته بسم الله يقول ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا ولا إن فلانا يقول خلافك ولا تصفن عنده عالما المسألة يعني كل الجزئيات التي مضت إنما تهتم بقضية بقاء نفسية الشيخ صافية منك ومن الناس فلا تذكرن عنده الخلق فتغير صدره أو تبدل نفسيته على كل من ذكر عنده لا نقول إن المشايخ أو العلماء قوم سوء ينتظرون أن يفرغوا ما في صدورهم من سوء للخلق ولكننا نقول نحن نتعامل مع نفس بشرية نتعامل مع إنسان نتعامل مع بني آدم يغضب أحيانا يعني يكن في نفسه من المشاعر أحيانا يعجبه فلان ولا يعجبه فلان وخاصة ما يحدث بين الأقران من المواقف فإنهم أدرى ببعضهم يعني عندما يكون لك موقف كرجل ويأتي أبنائك يقولون بابا ده غلبان رجل طيب فتقول لهم أنتم لا تعلمون شيئا الوالد يعلم عن الناس أكثر من أبنائه على سبيل المثال فما بالك بالشيخ أو بالعالم يقول ولا تصفن عنده عالما لأنه قد يفهم ذلك منك أنك تستنقص من مكانته أو تنقص من قدره ولا تعرض من طول صحبته ولا تعرض من طول صحبته ولا ترفع نفسك عن خدمته وإن عرضت له حاجة سبقت القوم إليها إذا رأيته يحتاج حتى ولو إلى كوب الماء وجدت نفسك تنهض فورا لتأتيه به فقد يحتاج أن لا يخدمه من الجلوس فلان فإذا سبقت أنت كنت صاحب المقام بين يديه فهو لا يريد من الآخرين مثلا وهذا أيضا يعود إلى قدر من التنبه عند طالب العلم يقول فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء فإنما هو بمنزلة الشيخ أو الإمام عند الطالب أو عند المتعلم كمثال النخلة التي ينتظر منها أن تسقط فهي أعلى من أن تمدادك لتجني منها ثمرة وفائدتها أن تحتاج إليها فتنتظر تنتظر هكذا تطيل الصحبة في انتظار ما يسقط من هذه النخلة فتأخذه فورا قبل أن يلمس الأرض أو قبل أن يتناوله غيره وينبغي أن يحترز الخائض في العلم من مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه بمعنى يعني هذه مسألة أيضا مهمة جدا وهي قضية أن تأخذ مسألة وتنظر فيها إلى اختلاف العلماء جميعا فتشتت قلبك وعقلك قبل أن يستقر العلم في جنبات قلبك بمعنى مسألة وجوب اللحية من المسائل التي ربما نرى فيها نقاشا من بعضكم فيذهب هذا الطالب لاستعراض الآراء هنا وهناك 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 وهو لم يتأسس بعد في قضية أصول الفقه مثلا أو في طلب العلم في مثلا مبادئ الأولويات ورعاية المصالح والحاجيات إلى آخره على سبيل المثال فلا بد وأن يكون استيعابك للآراء في المسألة الواحدة إنما هو من شيخك إذا طلب منك أن تفعل كذا وكذا وكذا لا تسبق بمعنى لا تقفز لا تقفز على الآراء المختلفة قبل أن يتمكن ما بين أديك ويقره لك شيخه قد يقول بعض الناس لماذا نتحدث في هذه المسائل؟ أقول إنما هي أسباب تميزنا كمسلمين فإن اعتبار مقام الإمام أو الشيخ أو المعلم إنما جعل العلم ذا قيمة ولولا ذلك لهان ما يقال من كل أحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند ظنه عز وجل بنا وأن يغفر لنا ذلاتنا وأن يقينا سوء العاقبة في الأمور كلها اللهم آمين نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم مواطن رضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين سودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهدة